بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هنبدأ ان شاء الله مع بعض دروس الرياضيات للصف الثاني الابتدائي المنهج المصري الفصل الدراسي الاول العام الدراسي 2017-2018 معاكم ناصر سالم هنبدأ ان شاء الله الوحدة الاولى الوحدة الاولى دي بتتحدث عن الاعداد حتى تلت تسعات يعني تسعمية تسعة وتسعين تسعمية تسعة وتسعين الدرس الاول بيتكلم عن الاعداد المكونة من ثلاثة ارقام الاعداد المكونة من ثلاثة ارقام الفرق بين العدد والرقم بالمناسبة عشان بس تعرف يعني ايه عدد ويعني ايه رقم لما اقول لك مثلا تسعة ده ايه ده ده رقم بنقول عليه رقم تسعة تلاتة يبقى ده رقم انما لما اقول لك مثلا تلاتة وتسعين تلاتة وتسعين ما تقول ليش رقم بقى ده عدد عدد يبقى العدد بيبقى مكون من اكثر من رقم العدد مكون من اكثر من رقم طيب ركز معي بقى ركز معي في اللي انت درسته في الترمي الثاني في الصف الاول الابتداء احنا درسنا خنتين او منزلتين منزلة الاحد ومنزلة العشرات المنزلة لها شوية خصائص مهمة جدا 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 لازم تفهمها اول خاصية ايه اول خاصية في المنزلة دي منزلة عاملة زي مثلا ايه حصالة لها خصائص الخاصية الاولى انها انها تحتوي انها خلي تحتوي على رقم واحد فقط يبقى اي منزلة من هنا تحتوي على رقم واحد فقط على رقم واحد فقط يعني مثلا لو منزلة الاحد الواحد فيها بواحد لو انا حطيها تفقى اتنين يبقى اتنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة معايا ودي الخاصية الثانية بقى ان اقصى اقصى رقم في الخانة تسعة يعني من و تقدر تعط في الخانة الواحدة من واحد لتسعة او من صفر لتسعة خليها من واحد لتسعة طيب لو مفيش فيها ارقام مش عايز يبقى مكانها صفر يبقى الخانة الواحدة بتاخد يا ايه صفر 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 او واحد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او ستة او سبعة او تمانية او تسعة يبقى الخانة بتاخذ من صفر الى تسعة من صفر الى تسعة لايمكن تاخد رقمين احنا قلنا انها تحتوي على رقم واحد فقط يبقى الخانة تحتوي على رقم واحد فقط تاني حاجة اقصى رقم يتحط فيها تسعة تالت خاصية للخانات تالت خاصية وده من الخصائص المهمة جدا انها تملأ بالترتيب انها تملأ ماشي تملأ كده بالترتيب بالترتيب يعني ايه يعني انا باملأ خانة الاحد الاول وبعد كده خانة العشرات وبعد كده خانة كزا وبعد كده خانة كزا فيه طبعا خانات كتير انت لسه هتدرسها يبقى الخانة الاولى اللي باملأ اه خانة الاحد والخانة التانية خانة العشرات يعني مثلا الرقم تسعة العدد تسعة وتلاتين معاي انا بكتب ايه اروح كتب في الاحد كده تسعة وفي العشرات تلاتين يبقى تسعة وتلاتين تسعة وتلاتين تسعة وتلاتين تمام كده تمام الخاصية الرابعة لو ملأت لو انا مليت الخانات الاعلى الخانات الاعلى يبقى الخانات اللي قبلها صفار بحط فيها صفار اجباري يعني بمعنى ايه بمعنى اننا لو انا مليت العشرات بتلاتة ما تقول ليش تلاتة لا لازم احط في الاحد اهي يعني مثلا انا ايه ادي ادي احد احد وادي عشرات حطيت في العشرات تلاتة ما تقول ليش تلاتة هنا لا لابقى لازم احط صفر هنا يعني ايه يعني انا لو مليت الخانات البعضية لازم الخانات القبلية فيها اصفار اجباري اجباري طب لو مليت الخانات القبلية احط في لا لا يشترط مش شرط ليه لانه سيبقى صفر على الشمال ملوش قيمة يعني مثلا لو انا حطيت هنا اربعة اربعة احات وانا عندي الخانات موجودة احد عشر احات يبقى هل شرط حط الصفر هنا ما الصفر هنا اسم صفر على اليسار ليس له قيمة يبقى انا لما املأ الخانات العليا الخانات اللي قبلها لازم ويجب ولابد ان انت تحط فيها اصفر ان انت تحط فيها اصفر يعني انا لو ماليت هنا عشرات يبقى تلاتة عشرات يبقى لازم في صفر في الاحد ولذلك بتنطق يبقى تلاتين تلاتين لما انا اكتبها كده يبقى تلاتين طب لو انا كتبتها كده من غير يبقى تلاتة هو بيعتبرها احد على طول انما ما تقول ليش دي تلاتة في العشرات لأ تلاتة في العشرات معناته ان الاحاد بيبقى ايه ان الاحاد بيبقى قدامه اصفر ان الاحاد بيكون قدامه صفر خلاص الخصائص دي يبقى الخصائص ايه يبقى الخاصية الاولى ان الخانة متاخدش رقم فردي واحد فقط رقم لا غلط يبقى التسعة في الاحاد واللي اتنين في العشرات او الاتنين في الاحاد والتسعة في العشرات حسب ما انت عايز طيب اتنين في الاحاد وتسعة في العشرات بقول ايه اتنين وتسعين يبقى انا خانتين احد وعشرات بنطق الاحد الاول وبعد كده العشرات يبقى الاتنين وتسعين طالما رقمين يبقى طالما رقمين بنطق الاحاد الاول وبعد كده انطق العشرات انطق العشرات طيب خلينا نرجع تاني نشوف قيم الارقام في كل خان يعني مثلا هنا الاحاد الواحد بواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة يبقى في الاحاد التسعة بتسعة الواحد بواحد طيب في العشرات هنا الواحد بكم الواحد بعشرة يبقى الواحد بعشرة الاتنين بعشرين التلاتة بتلاتين الاربعة باربعين الخمسة بخمسين الستة بستين السبعة بسبعين التمانية بتمانين التسعة بتسعين التسعة بتسعين طيب ما تكتبش كده بقى يعني مثلا دي واحد واحد في الاحد وعايز احط هنا اقول الرقم واحد وعشرين ماقولش واحد وحط عشرين هنا معنا قلنا لا ماينفعش يبقى ديت خلاص يبقى اللي اتنين في العشرات هو قيمته عشرين انما هو اتنين في العشرات يبقى اتنين في خمت العشرات قيمته كام اه يبقى انا كل ما هو عشرات اكتب الرقم وحط قدامه صفر ده القيمة انما في الخانة نفسها ما بكتبش كده ما بكتبش كده يبقى يبقى ده احد وده عشرات وده اصبح قيمة تانية جديدة انا اخدها دلوقت انما بيتكتب واحد وعشرين يبقى اتنين بيتكتب اتنين انما بينطق قيمة ايه قيمة عشرين واحد وعشرين واحد وعشرين يبقى مثلا الرقم نكتب بقى شوية ارقام كده نذكرك بيها ها يبقى ده كام تلاتة وتسعين شاطر شاطر طيب الرقم ده ستة وستين ستة وستين طيب الرقم ده سبعة وتسعين طيب الرقم ده تلاتين ما فيش حاجة في الاحادي يبقى بانطق العشرات على طول يقول تلاتين التلاتة في العشرات تلاتين يبقى التلاتة في العشرات تلاتين طالما في الخانة التانية يقول تلاتين طيب ده عشرين طيب ده عشرة ده واحد وتلاتين خمسة وسبعين طيب ده سبعة وخمس سبعة وخمسين يبقى الرقمين اما راجي انطقهم بانطق الاحادي الاول وبعد كده بانطق العشرات وبعد كده بانطق العشرات اهنا عندنا اخذنا الحد واحد وتسعة وتسعين بقى صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع خلين نرجع للاحادي التاني معلش طيب الاحادي التاني هود قادي الاحادي طيب لو انا حطت تسع هنا تسع في الاحادي يبقى ده بينطق ايه تسع ينطق تسع طيب عايز اجمع انت خدت الجمع عايز اجمع واحد على التسع ديت او الواحد زائد تسع كام عشرة هل ينفع حط العشرة هنا في الاحادي لا ليه من الخصائص الخانة انه ما بتاخدش الا رقم واحد بس طيب اود الصفر ولا اود واحد لا بود الرقم التاني على طول ما بودش الرقم الاولان ايه المعنى كده يعني هنا هيبقى الصفر هنا والواحد يروح الخانة التانية هادي الواحد او يبقى اصبحت صفر في الاحد وواحد في العشرات يبقى لذلك بسميه عشرة بسميه عشرة طيب لو انا هجمع على التسعة تلاتة هجمع على التسعة تلاتة تسعة زائد تلاتة كام اتناشر لو انت جمعت التسعة التسعة في دماغي وحط تلاتة على يدي تسعة اغبط على دماغي اقول تسعة بعد كده عد على يدي عشرة احداشر اتناشر اتناشر هل ينفع حط اتناشر كده في الاحاد لا يبقى حط لازم حط رقم واحد هل حط الاولان ولا التاني لازم في الاحاد تحط اول رقم وفي العشرات الرقم التاني يروح للخانة التانية يعني هتبقى اتنين هنا وواحد هنا لذلك بطلق عليه اتناشر بطلق عليه اتناشر خلاص تمام طيب لما اقول لك مثلا اه تسعة وتسعة تسعة وتسعة تسعة وفي يدي يبقى تمنتاشر تمنتاشر يبقى انا ايه 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 خلاص تمام يبقى انا عندي بقى لرقام واحد اتنين تلاتة اربعة تسعة هزود عليها واحد يبقى عشرة اصبحت عشرة احداشر انا دخلت كده بقى في رقمين يبقى كانوا الاول رقم واحد اول بعد كده رقمين عشرة احداشر بعد كده ايه 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 وعشرين التسعة يزيد على واحدة تصبح كام ادي التسعة تصبح عشرة ادي عشرة ايه ما ينفعش يحط رقمين في خانة واحدة يبقى ادي الصفر اهود والواحد ده يروح على الخانة التانية طيب الخانة التانية فيها اتنين اجمعهم يبقى تلاتين يبقى تلاتين واحد وتلاتين اتنين وتلاتين تلاتة وتلاتين اربعة وتلاتين خمسة وتلاتين ستة وتلاتين سبعة وتلاتين تمانية وتلاتين تسعة وتلاتين هجم عليهم واحد يبقى الواحد على التسعة عشرة يبقى صفر طيب عشرة احطها في النفس الخانة ما ينفعش لا يبقى حط صفر وزاء وروح مود ده الناحية التانية زوده على التلاتة يبقى اربعة اربعين وهكذا طيب هنا كام يبقى تمانية وتسعين سبعة وتسعين ستة وتسعين خمسة وتسعين اربعة وتسعين وهكذا يبقى اخر رقم انت درسته يبقى 99 اخر رقم انت درسته 99 طيب نروح للاحد تاني نروح للايه الخانات تاني انا عندي الرقم هو 99 طيب هجمع على 99 دي واحد لما اجمع واحد على التسعة دي نيكام 10 قلنا ماينفعش احط رقمين في خانة واحد يبقى لازم الرقم ده اشتبه من هنا كده واروح مزوده على الخانة التانية يبقى هنا اصبح محله ايه صفر طيب واحد وتسعة عشرة احط الرقم هنا ماينفعش الرقمين في خانة واحدة يبقى احط الرقم الاولان يعني هنا هتبقى صفر ده اللي موجود وهنا هيبقى صفر وده هيروح فين هيروح لخانة جديدة بقى طالما دخلت انا خانة جديدة اسمها ايه بقى ايوا اسمها مئات اسم الخانة الجديدة مئات الواحد في الخانة الجديدة في المئات دي اسمه ايه مية شايف احنا قلنا ايه ده رقم هو طالما حطيت في المئات واحد يبقى لازم اللي قبله صفر مية يبقى تلات ارقام كده اسمهم ايه مئة سواء بقى بتكتب كده بتكتب اه مئة مئة خلاص يبقى بنوع عليها مية او مئة يبقى انا عندي هنا لما جمع تسعة وتسعين تسعة وتسعين زائد واحد طيب التسعة مع الواحد يديني عشرة ما ينفعش احط رقمين في خانة واحدة يبقى الرقم التاني هو اللي يروح هنا هيتجمع على ده يبقى واحد زائد تسعة هالمفروض يديني هيتجمع على التسعة ده يديني عشرة ما ينفعش احط في الخانة الواحدة رقمين يبقى حط الصفر هنا وده يروح لخانة جديدة بقى اسمها الايه اسمها المئات يبقى المئة كم عشرة لو انت شايف اه هيبقى عشر عشرات هدي عشر عشر عشرات يعني مثلا مثلا كده التسعة دي التسعة هنا في خانة العشرات كم كم تسعة كم اه كم عشرة تسعة تسعة تسع عشرات تسع عشرات يبقى ازود عليهم يبقى عشر عشرات يبقى المية كم عشرة عشر عشرة يبقى عشر عشرة يبقى تسعة وتسعين تسوي مية تقرأ مئة وهي ده رمز الايه المئة هتلاقي عشر هنا وعشرة لو عديتهم هتلاقي مية دول كم مية واحدة دول ميتين يعني اتنين اتنين مية يعني ده كان اربعمية ودول تلاتميات يعني ايه تلتمية يبقى مية واحدة مية بتكتب كده مية دي ميتين يبقى ميتين تلتمية يبقى تلاتة قدامها صفرين تلتمية اربعمية قدامها صفرين خمسمية ستمية سبعمية تمنمية تسعمية اه دي التسعمية اللي موجود عندي خلاص طيب لو تلت ارقام اكبر رقم في تلت ارقام كام خلينا نقول مثلا اكبر رقم يتكون من عددين الاحد والعشرات يبقى اول عدد اكبر رقم في تسعة وتاني عدد اكبر رقم في تسعة يبقى تسعة وتسعين طيب اكبر رقم يتكون من تلت ارقام اكبر عدد يبقى تسعة 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 بنسميه ابادية تسعمية تسعة وتسعين لذلك الارقام الاكثر من اتنين ببدأ من الخانة الاخيرة على طول بقرأ من الخانة الاخيرة اول ما يصبح رقمين اعربة من الاحد يعني اول ايه هنا تسعمية بعد كده تسعة وتسعين زي ده ده رقى تلت ارقام يبقى انا ببدأ من المئات اقول ايه تلتمية خمسة واربعين تلتمية خمسة واربعين ده ستمية واربعين ستمية واربعين مفهوم معايا الاراية الاراية مهمة جدا بابا اعطالك مية جنيه وفكتها العشرات هتفكها كم عشرة ايوة عشر عشرات لو انت عدت العشرات معاك ادي عشرة عشر عشرين تلاتين اربعين خمسين ستين سبعين تمانين تسعين مية يبقى المية كم عشرة المية عشر عشرات يعني المية عشر عشرات طيب الخمسين خمس عشرات يبقى الخمسين خمس عشرات الخمسين خمس عشرات الاربعين اربع عشرات التلاتين تلات عشرات خلاص المتين يبقى كان بقى عشرين عشرة التلتمية تلاتين عشرة او تلات ميات يعني مثلا لو انت ببعط لك تلتمية من دي يبقى تلات ميات كل عشرة فيهم بعشرة يعني هدينا كان تلاتين مية عشرة او عشرة وعشرة يعني تلاتين عشرة تلاتين عشرة اللي هم تلات مئات تلات مئات ايه ناخد امثلة بقى تلات عشرات تلات عشرات انا عارف ان تلات عشرات احطي قدامها صفر على طول تلاتة في العشرات لازم الحد يتحطي صفر يبقى تلاتين طيب سبع عشرات سبعين يدينا كم عشرة عشر عشرات طيب العشر عشرات دل كام مية مية يبقى تلاتين زائد سبعين مية صفر زائد صفر وثلاتة زائد سبع عشر يبقى دل اي مية اربع عشرات وكام يدينا عشر عشرات ست عشرات الست عشرات يعني ستين اربع زائد ستين يسوي مية طيب عشرة واحدة دي عشرة واحدة يعني واحد عشر واحد عشر وين كام عشر يبقى المفروض تسع عشرات يدينا عشر عشرات هنا تسع عشرات يعني تسعين يدينا مية هنا عشر عشرات دي كام خمسين الخمسين كام عشرة خمس عشرات وهنا المفروض يبقى خمس عشرات يعني خمسين برضو خمسين وخمسين يدينا كام مية عشر عشرات ممكن اعملها زي دي بس انا عايز حاجة مختلفة يبقى اقول له مثلا ست عشرات هنا بستين وهنا اربع عشرات دي عشرتين دي ادلا يبقى عشرتين هو احددلي عشرتين انا افتكرها عشرات يبقى انا غلط يبقى هنا عشرتين يعني ايه عشرتين يعني عشرين اتنين عشرة يعني اتنين عشرة اتنين عشرة يبقى هنا المفروض كام تمن عشرات عشان يديني عشر عشرات هنا تمانين وعشرين يديني كام يديني مية نفس الفكرة بقى ديت هي حلة بقى انت ديت اي تلات مئات اه تلات مئات قلنا العشرة بزيت سفر واحد المية يبقى انا بحط صفرين تلتمية اربعمائات يبقى اربعمية هيدينا كام سبعمائات يعني سبعمية هنا خمسمائات بخمسمية تلتمائات بتلتمية هنا خمسة وثلاثة كام تمانية التمنمائات يعني كام يعني تمانمائة 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 يعني تمانمائة مائتين مائتين هنا ودي تلاتة يبقى كام يبقى واحد مائة وحت مائة وحت مائة بكام بمية ميتين ومية يعني ثلتمية هنا تلتمئات وهنا كان أربعمائات أحدهم ربعمائة وثلتمئات يدينا سبعمائة السبعمائة بكام بسبعمية سبعمائة بسبعمية اتنين زائد تلاتة زائدها البعض اثنين وثلاتة خمسة واربعة تسعة طيب لما اجمع بقى عشرين زائد تلاتين زائد سبعين سفر زائد صفر زائد صفر صفر اتنين وتلاتة خمسة واربعة تسعة يبقى ديد في العشرات تسعين طيب التسعة دي لو في المئات يدينا تسعمية يدينا تسعمية اكمل بقى زي المثال ده انا حل واحدة تلاتة واحد اربعة واتنين هيبقى ستة طيب في العشرات الستة هتبقى ستين طيب الستة في المئات هتبقى ستمية طيب التلاتة في العشرات تلاتين الواحد في العشرات عشر اللي اتنين في العشرات عشرين تلاتة في المئات تلتمية الواحد في المئات بمية اللي اتنين في المئات بمئتين كمل بقى انت المثال زي ما انت شايف اكتب الاعداد الناقصة في اماكنها المناسبة هنا 200 300 طيب بعد 300 400 بعد 400 500 طيب بعد 500 600 طيب قبل 200 200 شاطر يا ولد 200 300 400 500 900 800 700 700 يبقى ده المقات نزلت واحد هيبقى تنزل واحد تاني يعني 500 100 300 زودت 200 يبقى كام ازود 2 على 3 يعني يبقى 500 والاسفار زي 100 ازود 2 على الخمسة يعني 700 بعد كذا ازود 2 يبقى 900 800 طيب مش عارف اللي بعده هو عايز ايه اشوف اللي 2 اللي ورا بعده 400 نقصت 200 يبقى انا نقصت 200 يبقى هنا نقص 2 من هنا يدينا ايوه شاطر يا ولد يبقى 600 هنا نقص 200 يبقى كام نقص 2 يبقى 100 لا 200 هنا انا بنقص 200 يعني انا اربعمية نقصت 200 هنا ده يبقى صفر معلش يبقى خلي بالك كده وركز معايا انا مش كنتش مركز في النقطة دي 200 اما نزلها 200 يعني ده ينقص ايه يتشال 200 يبقى يصبح ايه يصبح صفر شاطر يصبح ليه لان ده يبقى صفر طالما صفر 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 4082 يبقى 483 484 485 486 487 488 489 89 زودة واحد يبقى كام 90 شاطر يبقى 400 وكام 490 490 العدد المحصولة بين 2121 222 2223 2224 2225 2226 27 2228 العدد المحصولة بين 640 يبقى 600 1 واربعين 642 وكمل واللي كمل اللي بعدها بسيطة بقى سهلة جدا 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 يبقى احنا اخدنا ايه اخدنا الارقام اللي بتتكون الاعداد اللي بتتكون من ثلاثة ارقام احد وعشرات ومئات احد وعشرات ومئات المرة القادمة نكمل ان شاء الله بس هناخد تمارين على قراءة الاعداد اللي بتتكون من ثلاث ارقام اشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته